معتا رئيس مجلس الوزراء دكتور مائن عبد الملك برقية عزان ومؤساة بوفاة عضو المحكمة العليا القاضي فهيم عبد الله محسن الحضرم بعد سنوات حافلة بالعطاء والجهد والمثابرة في خدمة العدالة وإنفاذ سيادة القانون وخدمة الوطن وعبر رئيس الوزراء في برقية واجهها إلى عائلة الفقيد القاضي الحضرم عن بالغ الحزن وعظيم المواساة بهذا الرحيل الفاجع لواحد من المراجع القانونية والقضائية في بلادنا وأحد القضاة المخلصين الذي كرس حياته في إنصاف المظلومين ومكافحة الفساد وتعزيز هيبة الدولة مؤكدا أن الوطن والسلطة القضائية خسرت برحيله أحد أبرز أبنائها المخلصين الذين ساهموا بسخاء وعطاء في إرساء وتعزيز سلطة القانون وهيبة القضاء واحترام الحقوق والحريات وأشهد الدكتور معين عبد الملك بالبصمات المؤثرة للفقيد القاضي فهيم في المواقع التي شغلها خلال مسيرته القضائية بدأ من عمله قاضيا جنائيا بمحكمة صيرة الابتدائية بمحافظة عدن ثم رئيسا للمحكمة التجارية الابتدائية بعدن ورئيسا للمحكمة التجارية بصنعاء ثم رئيسا لشعبة الاستئنافية التجارية بمحكمة استئناف عدن وعضوا بمجلس القضاء الأعلى وأخيرا عضوا بالمحكمة العليا والذي استمر فيها حتى وفاته وألفت رئيس الوزراء لما قدمه القاضي فهيم الحضرم من نموذج يحتذا به في خدمة الوطن والمواطنين والبصمات الإنسانية المؤثرة التي جعلته محل إعجاب وتقدير من الجميع دون استثناء وأعرب رئيس الوزراء عن خادص العزاء والمواساة لعائلة القاضي فهيم الحضرم ولزملائه في الوسط القضائي ومحبيه وللشعب اليمني بهذا المصاب الجلل سائلا لله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ترجمة نانسي قنقر